يمكن إحنا مصر تنتخب لكن اللي بيحصل حوالينا الأحداث المؤسفة في غزة أو الظلال الفلسطينية بشكل عام قلقت بدقات مهمة جدا على المعطيات الداخلية قرأت حضرتك لكل الحراك اللي بيحصل دائم لا أنا متصور أنه هو يعني فيه اشتباك ضخم جدا بين الحدثين لأن الموضوع لا ينفصل أنت ما تقدريش تعزيني نفسك عن ما يحدث وهي في الآخر الانتخابات بتعبر عن رأي ووعي شعب بتعبر عن اختيار شعب بتعبر عن لحظة راهنة ولحظة مستقبلية يمكن أن يتعرض لها أي شعب بتعبر عن مدى استقرار الدولة وقوتها وإمكانياتها كل دي هي الانتخابات وبالتالي أنا باتفق مع حضرتك تماما فإن الاثنين متشابكين يعني فلا لا 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 ما نقدرش نفصل لها عندها احنا في ظل أزمة أزمة عنيفة جدا ربما تكون من الأزمات القليلة اللي بتمر على المنطقة بعد سنوات يعني عندنا نجبة 48 عندنا 67 أتصور أن ده المأذق الثالث اللي بيواجه المنطقة العربية بشكل عام المأذق الثالث الثالث لأن أكتوبر ما نقدرش نسميه مأذق أكتوبر تكهين انفراجة أكتوبر تحويل الهزيمة لنصر تحويل الإحباط إلى أمل استرداد الأرض نصر كبير جدا كسر شوكة إسرائيل أنهى أسطورة الجيش الذي لا يقهر عمل متغيرات ضخمة في المنطقة العربية وفي العالم وفي الاستراتيجات العسكرية وبالتالي ده كان تعديل صورة كانت مستمرة من 48 إلى 73 أنت الآن أمام مأذق الثالث ضخم جدا بتواجه المنطقة العربية بشكل عام لأن أنا متصور القصة مش قصة تعوزة ولا قصة فصيل مسلح زي حماس خالص القصة أعمق من كده بكتير وينكي زي ما قلت لحضرتك قبل ما نطلع الهوى أنا من أنصاره كل الأصدقاء والزملاء وعارفين والمحتكين بيه أنا ضد فيك كنت دايما يعني كنت أنا بعترف بخطأ تصوري يعني أنا كنت دايما بقول يعني بسفه من فكرة المؤامرة والمؤامرة إيه اللي قاعدين تصدعونا بيها وتكلمونا عليها وتوجعونا والعالم فاضلنا والعالم مشغول بينا فأنا كنت من أنصار ده للأمانة إيه اللي تغير في تفتياتك لا اللي تغير المشهد والمشهد بس أصلي إحنا أمام مشهد واقعي نحن هنا لا نتحدث عن قراءة ولا نتحدث عن تحليل نحن نتحدث عن مشهد موجود كائن حي أمامك حقائق حقائق هنمكر إيه فبالتالي أنت أمام مشهد بيؤكد حقيقة المؤامرة لما تيك تسترجعي الأحداث الماضية بقى هتربطي الأشياء ببعضها فتكتشفي أن المؤامرة مستمر المؤامرة مستمرة من 48 ل 67 حتى ل 73 مؤامرة إسرائيلية ولا مؤامرة أمريكية ولا تحديدا يعني عايزين نفهم الناس المؤامرة إسرائيلية في الأساس لأنه لما أنا كتبت مقال بارح اسم السادات حيا بيننا حد من الأصدقاء بعت لي فيديو من الحاجات اللي منتشرة اللي ينبيه بس هو حاجة لطيفة يعني لأنه حاجة متعلقة بخطاب للرئيس السادات وأي يعني مشاهد كريم قاعد بيشاهدنا الآن يقدر يرجع له لأنه ده مش حاجات مش رأي ولا ده فيديو كلمة للسادات أمام مجلس الشعب المصري في أز معركة أكتوبر 73 بيخاطب فيها الرئيس نيكسون بيكلمة في رئيس الأمريكي وقتاً بيقوله إلى متى وإلى أين إلى متى تظل المساندة الأمريكية العمياء لإسرائيل بدون حدود إلى متى ونحن ندافع عن أردنا ونريد إزالة الاحتلال من أردنا دي أسئلة ترحت 73 ومازالت صالحة للطرح للطرح هذه الأيام الأيام بضبط كده إلى متى وأمريكا تقوم بتزويد إسرائيل بأحدث الدبابات وأحدث الطائرات وأحدث الإلكترونيات وأحدث المعدات ده كلام السادات مش كلامي على فكرة واللي بيحصل لحد النهاردة ربما يكون الفرق إيه يا حضرتك النيام السادات مكادش الشاشة واضحة العالمية بالوضوح ده كان فيما تحت الطاولة كان بيحدث ده تحت الطاولة الآن فوق الطاولة يعني الأمريكان النهاردة وشوهم مكشوف جدا ده بعتين حاملات طائرات أكتر من مساحة غزة يعني أنا مش ومنظر الزخائر والأسلحة اللي تم إصالها للجيش الإسرائيلي يعني عشان إيه ده في الأخر ده تقول عليهم جماعة مسلحة ده جماعة مسلحة ده مش دولة أنت بالآخر وما يقول لك أنت لأ أنت عندك هدف لأن المخطط التأمر تعالي نرجع على المخطط إيه متواصل المخطط مش كده ده المخطط مخطط تهجير مخطط إدخال مصر في القصة مخطط إدخال الأردن في القصة بإيجاد وطن بديل الفكرة اللي دايما واللي تكلم عنها الرئيس السابق حسني مبارك صحيح ولما جيه في محادثات رسمية ورد عليهم قال لهم انسوا هذا الكلام لما جيه كان تانيه على ما أعتقد وزي عقيدة أي رئيس مصري وطني بالضبط كده فالكلام مش لكن إذن أنت عندك مؤامرة تخبو وتظهر كلما سمحت الظروف كلما سمحت الظروف يجو سينة ويعملوا معسكرات وبعد كده نشوف هنعمل لهم إيه طبعا الحقيقة الوعي يعني العميق لدى الرئيس عم فاتح سيسي وطبعا بخبرته وستراتيجيته الدائمة والطويلة والمستمرة كان التقت الحدث من أول يوم الحدث في غزة والكلمة دي أنا فترة الرئيس وجه رسال وطحة مباشرة من أول لحظة استشعر الخطر فمدأ في درجة أنه في ناس قاعدت تقول لك وقتها برضو نظرية المؤامرة تكشفت لحد ما هم قالوا لحد الإسرائيليين قالوا والأمريكان قالوا والغرب قال وبدأ يوضح بعدها أوامر الإخلاق والإجلاء من الشمال إلى الجنوب على حدودك بالزبط لماذا مش تحراء النقر لماذا مش أي مكان آخر الجنوب ده مؤخرا كمان ده ما كانش الإقص خلص ده هيك أوامر الإخلاق من غزة لسينة سينة مباشرة على طول لما الرئيس وقف وقال لا يا بجحي طول طبعا هي مؤامرة وعشان كنت بقول لحد إخوة أنا بقول له هو باعترف بأن أنا كان دايما كنت ضد نظرية المؤامرة لكن لا المؤامرة النهاردة حية وموجودة على الترابيزة دون حياء ترجمة نانسي قنقر